بين التخبط والمصداقية والاعتدال والمبالغة تتسع عين المواطن في مراقبة السلطة الرابعة وما تنقله من أخبار وتصريحات ومقابلات كيف لا ومنذ أشهر تسيطر جائحة كورونا على المشهد العام في جميع الدول وما تزال كورونا يتردد اسمها وأفاعلها في كل مكان السلطة الرابعة الإعلامية لم تغمض لها عين منذ بدء الجائحة وكانت تنقل كافة الأخبار المتعلقة بها أولا بأول فهي الشغل الشاغل في هذا الزمان الإعلام المحلي والدولي يعيشان حالة من التخبط في التعامل مع أخبار جائحة كورونا بنظر بعض المواطنين وأن الأمر بات مرتعا مناسبا لتعدد الخطاب واستضافة المسؤولين والمختصين ذو الآراء المتناقضة حول الفيروس الأمر الذي جرح مصداقية الإعلام في نظرهم نعم في التخبط وفي الشغلات مختلفة عن بعض البعض كل إذاعة وكل محطة بتعطي أنباغر عن السابقة بواسط الجائحة وحاليا صار أننا تخبط يعني بنسمع مرة توصي ومرة بنسمع توصي مرة بنسمع فلان صرح مرة برده يلغوا التصريح فصار في عنا نوع من التخبط خاصة مثلا تنوع المصادر ولا مركزية في إصدار القرار نعم كان هناك تخبط كثير كان هناك تخبط تضرب في المعلومات والبيانات يعني حتى المعلومات العلمية والمعلومات الحذر والأمنية كان فيها تضارب وأفكار متضاربة وقرارات متضاربة تخبط في نقل الأخبار إذا كان تخبط في نقل الأخبار من الصحافة المحلية والإعلام المحلي فما رده إلى سوء إدارة التصريحات الرسمية لملف الكورونا فكل مبني على التصريحة الرسمية التي كانت متضاربة في معظم الأوقات مواطنون أغلبيتهم رأوا أن الوطنية والمسؤولية والحكمة أبرز ما مثله الإعلام المحلي خلال الجائحة وأبدو رضاهم عن مصداقية الإعلام وتنوله المعلومات الصحيحة من مصدرها وتوازنه بنقل الحدث بساعد الناس بيقدم معلومات رائعة يعني مش إشي عادي يعني هاي التوعية للناس الإعلامة الدور الكبير هو السلطة الرابعة يعني مش إشي هين أو إشي سهل يعني أنت لما بتحكي السلطة الرابعة في بلد معناته أنها بتحكم وبترصم في البلد هاي ونتمنى أنها تضل على نفس النسق على نفس يعني توعية الناس ممتاز أنا برأيي أتعامل معها بكل يعني مهنية إذا بدنا نكون صحيحين يعني بالحكية والله إنه صحيح يعني تعامل في موضوعية كبيرة جدا مع أنه الإعلام يعني مختلف ويتبع لحلينا نقول مناهج إلى إنه تعامل الإعلام تعامل رائع جدا مع موضوع كورونا هي ما شاء الله يعني أمو بالواجب يعني أنه حفاظا على صحتنا وتعليمات يعني كانت لحتى يعني تقينا يعني من هذا المرض والحمد لله يعني أمو الله يعطيهم العافية يعني أمو باللازم الوسائل الإعلامية المختلفة الموجودة لسبب واحد تبث الأحداث المحلية والعالمية أولا بأول فالطواقم الإعلامية على الأرض والأقمار الصناعية فوقها يتعاونون سوية ليكون المواطن على اطلاع دائم على مجرايات العالم أسامة بليبلي الحقيقة الدولية